فيما يخص حقوق المرأة فجوة تتسع وتضيق وجدل دستوري وشرعي لا يكتفي بمداخلات المختصين بل ينتقل إلى الشارع المرأة لا حقوق طبعاً والشرع كفال لها الحقوق دي وانا بشوف ان المشرع او الناس اللي بتحط القوانين او التشعاد دي لازم الاول تشوف الوجهة النظر الدينية او انها ما تخلفش قواعد او سوابة الشريعة الاسلامية او اي شريعة اخرى لان المرأة ده بيعمل لغة كتير جداً في شرع المصري حسب ظروف المجتمع يعني كان زمان ما كانش فيه توعية وما كانش فيه اجتهدات فلو اجتهدات من الناس المدنيين ويقعودوا مع اللازر وما يكونش متعارضة خلاص ما فيش حاجة احنا موفقين عليها بنشوف صور وبنشوف خطوبة البنت عندها سبع سنين من الولد اللي والد عنده مش عارف عشر سنين ومجرد ما بيكتملوا 15 سنة خلاص بيتجوزوا من المسؤول عندها مش راجل الدين اللي يدخل يقول الشرع قال كده لا الدولة اللي تفاهم الناس ان يا جماعة ولادكم احق ان هما يعيشوا طفلتهم المؤسسات الدينية ممثلة في الازهر حاضرة باسانيدها الشرعية وسط هذا الجدل الذي يتعلق فيما يخص تشريعات وقوانين المرأة لاجهاض محاولات الطامحين في المزيد من الحريات والمساواة لها الازهر مفوض بنص الدستور من الشعب المصري بان يراجع جميع القوانين المتعلقة بالاسرة والمتعلقة بالشريعة الاسلامية فاذا لا يعتبر تدخل وانما الازهر يباشر المهام التي يعني فوضه فيها الشعب المصري بالاستفتاء على الدستور فالجنس وهو البشر او الانسان يندرج تحته نوعان ذكر وانثى وليس الذكر كالانثى هذه لها مهام وهذا له مهام ولا يمكن ابدا ان نسوي بينهما لكن المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة لا تتخلى عن مواقفها المعتادة فتتبنى وجهات نظر مناقضة لتفسيرات وتأويلات الفقهاء الازهر بما انه هو مؤسسة دينية حكومية بكل تأكيد بيختزل حق المرأة في اطار فقهي وحقوق المرأة ابعد من ذلك لانها حقوق اجتماعية وليست فقط حقوق تناقش من باب الفقه او من باب التوجه الديني الرجال الازهر هم كانهم تاريخ طويل جدا في معارضة كثير من حقوق المرأة التي نتمتع بها الان حتى لو كانت حبرة على ورق على سبيل المثال الازهر وقف عام 1994 ضد قانون تجريم الختان ورغم حفظ الدستور المصري لحقوق المرأة وكفالاته للمساواة بينها وبين الرجل فلا يزال للفتاوى الشرعية قوتها في كل نقاش وتشريع يمنحها حقوقا اضافية من القاهرة محمد محيدي اليوم على الحرة اشتركوا في القناة